قبل مولد السيد المسيح وفي قرية أنطاكيا أصيب نجار اسمه حبيب بمرض أصاب جلده وقبح وجهه وظل سنوات يطلب من الأصنام شفاء ولكن دون جدوى حتى بلغ من العمر ستين عاما في هذا الوقت أرسل الله لأهل هذه القرية اثنين من الرسل يدعوانهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فكذبهما أهل القرية وأمر حكم القرية قائد جيشه بطرد الرسولين عزز الله الرسولين برسول ثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وفي هذه الأثناء التقى الأنبياء الثلاثة بالنجار العجوز فآمن بالله خالق الكون ثم طلب منهم أن يدعو له بالشفاء وعندما شفي فرح فرحا كبيرا طاف حبيب بأرجاء القرية يدعو الناس للإيمان وتصديق الرسل ويشير إلى وجهه الذي أصبح جمينا بإذن الله ولكن أمره وصل للحاكم فأرسل قائد جيشه ليهدده بالموت إن لم يكذب الرسل وعندما عنم حبيب بأن الحاكم أمر بقتل الرسل أسرع إليه ووعظه هو وحاشيته وحذرهم من سوء العاقبة إذا ما قتل الرسل الثلاثة فأمر قائد الجيش رجاله بضرب حبيب بالأقدام حتى الموت أخذ حبيب يصرخ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون حتى مات فأدخله الله الجنة وغفر له ذنبه وأكرمه قال يا ريت قومي يعلمون بما غفر لربي ثم أرسل لأهل القرية ملكة فصاح صيحة واحدة أهلكت القرية بمن فيها جزاء كفرهم واستهزائهم بكل رسول يرسل إليهم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بالقرب من مدينة صنعاء في بلاد اليمن المشهورة بكثرة بساتينها وأراضيها الخصبة عاش رجل صالح مع أولاده عيشة طيبة حيث كان له أرض عظيمة الاتساع كثيرة الأشجار فهنا نخيل وهنا أعناب وأصبحت هذه الأرض متعة للناظرين ونزهة للزائرين يأتونها الناس للراحة والتمتع بمناظرها الساحرة كان الرجل الصالح مؤمنا يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه وأعطاه فكان كلما حان وقت حصاد الزرع يدعو البستاني وأعوانه فيقطعون بالمناج لما يقطعون ويقطفون الثمار ثم يبعث بطلب جماعات الفقراء على ما عودهم عليه كل عام فكان يدخلهم بستانه ويعطيهم نصيبا وافرا هذا يملأ أوعيته التي معه وذلك يحمل في ثيابه رزقا حلالا طيبا وكان جميع أولاد الشيخ الصالح يكرهون فعل أبيهم ويعتبرونه تبذيرا وإنفاقا في غير موضع إلا واحدا منهم لذلك لم يتحمل أبناء الرجل الصالح رؤية جزء من مال أبيهم يتوزع على الفقراء أو مشاهدة بستانه مفتوحا للمساكين والمحتاجين فقال واحد منهم لوالده إنك بعطائك للفقراء تمنعنا حقنا وتضيق علينا في رزقنا وقال الإبن الآخر قد نعود بعدك فقراء نمد الأيدي للناس لنشحذ منهم فأدار الأب عينه على الجميع وقال ما أراكم إلا خاطئين في الفهم والتقدير هذا المال مال الله رزقني به وأمرني أن أخرج منه زكاة للفقراء والمساكين والمال بهذا الأمر يزيد ويبارك الله فيه وعلى هذا تعودت منذ أن كنت شابا صغيرا وقد التزمت به وأنا رجل كبير فكيف بي أن أتركه اليوم وأنا شيخ وموتي قريب لم يمكث الرجل الصالح طويلا إذ أصيب بمرض وتوفي تاركا أولاده وبستانه ومضت الأيام سريعة وحان وقت الحصاد وترقب الفقراء والمساكين حلوله ليأتوا ويأخذوا نصيبهم كما عودهم الرجل الصالح في نفس الوقت من كل عام اجتمع الأبناء البخلاء يعدون للحصاد فقال أحدهم لن نعطي بعد اليوم من البستان شيئا لفقير أو محتاج فإننا إذا فعلنا هذا سيزداد مالنا وسيعلو شأننا وقال أوسطهم وكان كأبيه طيب يحب عمل الخير إنكم تقدمون على أمر تظنونه أوفر لكم وأفضل ولكنه يحوى الشر وسيقضي عليكم وعلى بستانكم من جذوره فإنكم لو حرمتم الفقراء والمساكين والمستحقين زكاة الزرع سيحل عليكم عقاب الله ولكنهم لم يستمعوا لقوله واتفقوا فيما بينهم سرا أن يقوموا أول الصبح قبل أن يستيقظ الناس فيأتوا إلى بستانهم ويقطفوا ثماره ويحصدوا زرعه ويقتسموه فيما بينهم فلا يبقى شيء للفقراء وكان الله تعالى عالما بما يكيدونه وما اتفقوا عليه فقد أرسل الله سيدنا جبريل عليه السلام ليلا ببلاء شديد فاقتلع نباتهم واحترقت أشجارهم وجفت أنهارهم وأصبح بستانهم مظلما كالليل الأسود فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت فصريم وقد أصيبت أرض أوسطهم أيضا لأنه تبعهم وكان معهم ولو انفصل بأرضه عنهم لحفظها الله له وعندما طلع عليهم النهار وهم على مشارف بستانهم أخذوا يتساءلون أهذا بستاننا وقد تركناه أمس مورقا بأشجاره وافرا بثماره ما نظل أن هذا البستان المحترق هو بستاننا فقال أوسطهم بل هي جنتكم ولقد حرمتم منها قبل أن يحرم الفقير منها فلما رأوها قالوا إنا نظالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم يلوم البعض الآخر ثم قالوا يا ربنا إنا كنا طاغين وعصيناك بمنع الزكاة إن أبدلتنا خيرا مما نرى سنصنع كما صنع والدنا ثم دعوا الله وتابوا إليه فأدركهم الله تعالى برحمته وأمر جبريل عليه السلام أن يقتلع بستانهم المحروق ويجعله في مكان بعيد وأن يأخذ من أرض الشام بستانا عامرا ويجعله مكان الأول وعادوا إلى ما كانوا عليه وكان عليه والدهم لا يمنعون فقيرا ولا مسكينة يطهرون أموالهم وأنفسهم بما يرضي الله عز وجل فقد علموا وتأكدوا أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يغدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون بعد المناظرة التي فاز بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وانهزم النمرود الكافر خل سيدنا إبراهيم بنفسه وسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذلك أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى فسأله رب العزة أولم تؤمن إن الله تعالى يعلم أن إبراهيم عليه السلام مؤمن تمام الإيمان ولكنه يسأل عن الكيفية التي لا يمكن أن يتم شرحها بكلام إنما بعملية واقعية وعندها قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه بلى ولكن ليطمئن قلبي أمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير وهم الحمامة والديك والطاوس والغراب وأمره أن يذبحهن وينتف ريشهن ويقطعهن قطعا صغيرة ويخلط لحومهن بريشهن ثم يضع على رأس كل جبل جزءا منهن ثم يمسك رؤوس الطير بيديه ويسمي الله تعالى ويدعوهن بدعاء علمه الله إياء ثم ينتظر قليلا ليرى ما سوف يحدث وبينما كان إبراهيم عليه السلام واقفا متفكرا في خلق الله سبحانه إذا بالطيور تأتي إليه واحدة بعد الأخرى فأخذهن وذبحهن وقطعهن وخلط لحومهن بريشهن كما أمره الله ثم وضع على رأس كل جبل جزءا من لحوم الطير المخلوطة ببعضها وبينما إبراهيم ينظر إلى رؤوس الجبال التي وضع عليها بنفسه أجزاء لحوم الطير وريشها إذا بالريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم وكل جزء يصل إلى الجزء الذي يخصه حتى قام كل طائر على حدة وأتينه سعيا ووقفن بين يديه دون رؤوس ثم أخذ كل طائر رأسه من بين يدي إبراهيم فإذا قدم له إبراهيم رأسا غير رأسه امتنع أن يأخذها وإذا قدم له رأسه التسقت به مع بقية جسده بقدرة الله عز وجل وقوته وعظمته عندها خر إبراهيم ساجدا لله عز وجل قائلا في خشوع وخجل أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال بلى ولكن عليك سعراción ترجمة نانسي قنقر